يعني المنتجات النفطية يقولون أزمة الغاز بسبب الكهرباء شلو المشكلة؟ هسا يعني معقولة وزارة الكهرباء لم أمنى الكهرباء وسوي لنا أزمة بالغاز شوف أنا ما أريد لهم أحد وإحنا الحمد لله ياسع الفوضى بوابراس الكهرباء مثل التلوث اللي صار زي غيام الكبريت وهذه السمق اللي قال هذي هم سبب هالكهرباء؟ بوابراسنا جزء من هاي الكهرباء سمق اللي قال جاوبنا على المنتجات النفطية ضيفونا لجنة النفط والغاز زي رئيس اللجنة صاذيبت الحلوس وعباء اللجنة بالبرلمان احنا وزارة النفط زي قال يابا شنو سالفتكم مزارة الكهرباء سببتونا أزمة بالشارع لا سيارات لا مصانع لا معامل طابق نقول لهم ليش وزير موجود قال قال لهم ليش نعم قال يابا جايت أخذون القاز ما المولدات والسيارات وال 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 زي قلنا خلي نسولف استادي نعم سريدك شوي ويا معك اليوم آن هذي هي المحطات شنوة محطة انتان شنوة يعني محرك محرك مثل المولدة بشبير مو زيان هو هذي المحرك حتى يشتغل على ما يشتغل على الوقود أكيد لو غاز وطني هو أكو يشتغل زيان من ما يكفي استوردت غاز استوردون غاز نعم يعني إذا غاز وطني ماكو وغاز إيراني اللي يشغلها قل وغازويل ما تربط الطيني زيان بش يشغل هذي المحرك بشي شغلة هاي وحدة طيب وزارة النفط كان ويانا بالاستضافة هذي الحجة أمام لجنة النفط والغاز قلنا يا وزارة النفط السيد مدير عام دارة توزيع المنتجات انت جقد باليوم تقدر تصرف نعم قال زوي قال أنا أصرف من 38 ألف متر مكعب ل43 مليون عفوا ألف متر مكعب طيب المن قال للكهرباء وللمؤلدات وللسيارات وللمصانع ولله هذا الاحتياج اليومي زي قلنا انت جقد هاي قدام لجنة النفط والغاز طيب قلنا قال انت جقد تطينا باليوم قال خمسة ألاف متر مكعب قلنا قال أخوش خمسة ألاف من أصل 43 يعني بقى 38 يعني مو بحس احنا مخلصيني الغاز شو مفروض انت مطينا خمسة يعني نكون 38 ألف زي يعني شنو يعني مو أهل المسوي عزمة هاي واحدة اللي انت تطينا من أصل 43 تطينا خمسة باليوم على تصريح اسمحل استاذ أحمد هذا ردك على تصريح المنتج مو ردي لا هذه الحرص صار عمام لجنة النفط الواقع يعني الحدث اللي صار ايه هو هاي هاي قدامهم صار الحاج زيان تفضل ثانيا استاذي قدامك واردحت شبرا يا عام طيب انا هاي المحطة اذا لا تطيني غاز ولا عندي غاز ولا عندي وقودة شغل هاي بل اقولي شنو تطفى طيب من طفت نزل الانتاج من نزل الانتاج قل التجهيز صح طبعا قلع هذا الاسائر اللي هو صح